أحسن الله إليكم مثل هؤلاء المرضى بماذا تنصحونهم بماذا تعزونهم ننصحهم بالصبر والصبر والاحتساب أما كونه قد يتضايق وقد يتعلم هذا شيء طبيعي لا يواخذ عليه إنما يواخذ إذا جزع وتسخط فعليه أن يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويتذكر ما عند الله للصابرين المحتسبين فيتسلى بذلك نعم